تسعة وزراء أدوا اليمين الدستورية اليوم أمام جلالة الملك عبد الله الثاني بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديل الرابع على حكومة الدكتور بشر الخصوني التي تكمل عامها الأول غدا التقرير التالي تضمن السيارة الذاتية للوزراء الجدد لنتابع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة